بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة هنتكلم عن واحدة من الكامبوننت بالذات في المجال بتاع الاندستري. القطعة دي يبارة عن وانت ممكن تشتغل بها في شغل الالكترونيك في شغل الالكترونيك بدون ما نجيب اي مايكرو كنترولة او مايكرو بروسيسر عادي. فمن خلال التجاربة نحن هنشوف بالمناسبة القطعة دي اي حاجة في المحاضرة دي حفظ. الابليكيشن اللي هتشتغلوا عليها. احس حاليا اي ابليكيشن بعد ذلك جاية نحن اشتغلها بالفايف فايف تايمر باعتبار انها حتكون هي الميمبراين بتاع الشوكت. اوكي? لحد ما هتمشوا لي قدام تدرسوا حاجة اسمها مايكرو كنترولة والمايكرو بروسيسر. كل القطعة دي كلها هاتمر عليها لكن حسا الفايف فايف فايف تايمر دي من الحاجات الفيري امبورتن والمحاضرة دي اي حاجة فيها حفظ لانه هي بيزيك فيها طبعا هنا. فالبايزيك دى جاة منه بعد اه داعير اي سي اوسيليتر اي سي بواحد ممكن تقول داعير فايف فايف تايمر وده اكتر اسم هي مشهورة هي الفايف فايف تايمر تمام الاسم ده انا عبركم انه ذاته جا من وين لو جاين انه شاني قدام انا هتكلم عنه انا احسن اتكلم من الشوكت دي ده الاي سي اه يا اخوانا العمل اللي حرسوا اليكم هو جزء من المخاضرة دي فانا بس حاصطفيت في الشرح لان الجطع دي مهم وشديد اذا انت فهمت الجطع دي في بعض الابليكيشن كتير اللي انت حدف هوا بعد داك حمل لكم تجارب للموتز بتاعاته اللي هي تشتغل عليها اوكي طيب الاسم ده لما نجاء بتاع الفايف فايف تايمر البلوك دياجرام ده حفظ فلما نجي نعيليها انصايد الكتس او الكمبونت الانصايد الاي سي دي بنجلها كونسيست فروم اول حاجة عين هنا فيه سري ريزيسترز مقدار الوحدة هي فايف كيلو اول فهنا بتلقاهم مقام 3 عشان كده جاء الاسم من شنو 5 5 5 5 تايمر على الواليو بتاعت الريزيستر الموصلة في الوالتش ديفايدر ده طيب Kay's is meat basedr 5 5 5 2هم بيقولوا كده يعني طيب الشركات او لو درت اعرف ال part number بتاعه حاجة دي واحدة من الشركات فالشركات طبعا منتجها بكمية بيتلقى اسمها المصنعين يعني اه بيتلقى مثلا ممكن تلقى ال سي ال سي فايف 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 طايم ماكسيم دي شركة بتاعت ماكسيم بتنتج النو على اوكي الان دي دي اسمه اه فارشيلت الاسماء دي كلها بتلقى كله شركة مدية مدية النمبر للفايف فايف طايم لكن ما فهي اختلاف اناته اوكي يعني ممكن تلقى ان ي هده فايف فايف ممكن تلقى ال سي فايف 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 دي ولكن دائما الف نحاية كل كل اسم بتلقى 555 timer دي. اوكي؟ شركات كثيرة مترلة، ناشنال، فيليبس، كل هذه منتجة القطع دي. بس مغيرة الـ types number بتاعت الـ IC. لكن نفس الـ component الموجودة. ما في اي اختلاف بين هذا. اوكي؟ لما نجي نعاين برضو للـ block diagram بنلقى فيها كم بنز؟ فيها اربعة بجاي، فور بنز بجاي، فور بنز بجاي. يعني total number بتاعت الـ beans. ايت بنز. اوكي؟ حنجي نتكلم في التفاصيل دي. كلنا. طيب القطعة الموجودة ده او ده الـ block diagram ده بيوريك الـ five five timer ده بيشتغل كيف. فلما نجي نعاين ده الـ schematic diagram بتاع الـ five five timer. طبعا ده ما حفز. يعني في النهاية انت لما تجد عاين للشكل بتاع الـ block ده ده تقوله هو معمول من شنو؟ تجد عاين الـ schematic diagram. فبنلقى انها معمولة من شنو؟ لو عاين فيها transistor. اغلبها كلها transistorات صح؟ فيها transistorات. transistorات ممكن تكون مور دهن 25 transistor. اوكي؟ لو انتجت عاين تاني بتلقى فيها resistor. يعني ممكن لو حسبت الـ resistor دي تلقى مور دهن 16 resistor. اوكي؟ وفيها diots. او two diots تغريبا. فيها two diots. الحاجات دي كلها بتكون ليك لما انتجي تعمل الـ schematic دي كلها مع بعض الـ twenty five transistor والsixteen resistor والـ two diots والحاجات دي بتعمل ليك اطلق دياجرام دي كلها. الشكل دي كلها. من الحاجات اللي هنتكلم عنها ممكن نتكلم عنها ببعض كيف تشتغل الـ five five time. فنجل عاين مثلاً للجوزية دي هنا. بدلتكلم عن الجوزية دي. اوكي؟ فلما نجل نتكلم عن الجوزية دي. انا حاشرح general explanation للحاجة دي. اوليكم الحاجة دي تشتغل كيف. بعد ذاك انت بتقدر تفهم الـ five five timer ده. اه بيشتغل كيف. يا اخواني في حاجة اول حاجة انا دار اتكلم عنها اسمها الـ comparator. انا ما عرف كنا اخدته ولا ما اخدته. الـ comparator ده باعتباركم كل ما اخدته. زي الـ amplifier. عنده او 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 او. عنده اه سيجنال بيجيه في الصائد الـ positive. فيه سيجنال بتايف انها الصائد الـ negative. طيب بيشتغل كيف؟ لاحظ الـ comparator ده انتبهوا الكلام ده كويس عشان تكون عارفين. الاعتبار ده V1 مثلا ده V2 عشان نفهم. اي سيجنال. انا عندي حاجة اسمها الـ V reference او الـ volt. مثلا voltage reference. ده reference. بيكون ثابت. المتغير ياته الصائد ده. الـ V reference دايما بوصله في الصائد ده. الحسب ما انت عايز. في الصائد الـ negative. مثلا. انا بكون دائر الـ positive معين. بكون بغير وين؟ في الصائد بتاع الـ positive اللي هنا. كويس؟ طيب. الغاية ده بتقول شنو؟ الـ الـ positive اللي هنا ده ياما يكون high. ياما يكون low. والـ high دي يعني معينة نقصت 1 يا زيرو. اوكي. ياما بالـ volt يا اقول لك 5 volt يا زيرو فولت. ده كله صح. الـ high يا اما تقول ليه high. الـ high دي ممكن تكون 1 and 0. ياما تكون 5 volt او 0 volt. طيب. بتين الـ comparator ده بدييني high وبيتين بدييني low. احفظوا الكلام ده. الـ comparator ده بيشتغل كيف. قال لك الـ comparator ده. اذا انت عايزه يديك high. الصائد الـ positive. اي يعني الـ V1 دي. لازم تكون greater than V2. بديك شنو؟ بديك high. احفظوا الغاية دي. طيب بديك low وبتين. بدييني low لما تكون V2 greater than V1. بس اوليني شنو؟ low. يعني شنو برضو. يعني الكلام ده لما نجش روح لك بطريقة تانية. اللي هي الـ V1. طيب نحسبه بـ signal. هنا. اوكي. يعني مثلا. انا هنا. جبت. في V1 ده. فولت مثلا. الفولت اللي هنا ثابت. مسبت هنا ثلاثة فولت. طيب. جبت ثلاثة فولت. صح؟ إذا equal. إذا equal. ممكن نديك low. ممكن نديك high. بتعتمد على شنو حاجة يسمى الـ impedance اللي هنا. الـ impedance الداخلية. دي بيكون الدوكم ليه. اوكي. إذا كانت very low. هنا حيديك high. إذا كانت الـ impedance بين الـ V1 والـ V2 very large. هنا حيديك low طوالي. يعني في شنو؟ في condition. عشان كده الـ comparator. ده الـ comparator بيشتغل كده. شيل الغايدة دي هنا في رأسك. وعين هنا. نرجح تاني للـ diagram بتاع 5-5 طيب. قال لك عين الـ comparator فيه comparator. في comparator. في comparator رغم 2. اوكي. الـ comparator رغم 1 والـ comparator الرغم 2. لاحظ فيه صعيد اسمه discharge. وعندنا trigger. وفي الـ ground. وفي الـ VCC. لاحظ. الفورد بينزدال كلهم. بيتحكم له في شغل الـ comparator ده. والـ comparator. بيتحكم في شغل الحاجة اسمه flip-flop. ده حتاخده في الدوائرة المنطقية. logic circuit. انا ما عارف اخدتوها لما اخدتوه. لكن برضو حييكم تاني لقدام الفلفلوب. انا لو شرحت لكم هنا. لما ندوكم له قدتو حتكون فيه متو الفانكشن بتاحت. طيب. معنات الفورد بينز دي. متحكمة في شغل الـ comparator ده. في الـ output والـ input بتاحته. والـ input والـ output الطالع من الـ comparator خاشة للـ flip-flop. الفلفلوب تغفيتو output. واحد ماشي للـ output واحد ماشي للـ reset. الـ reset طبعا انت قدر تعمل الـ reset للـ five five طبعا ده ترجع تاني تزيل ومحتاج للـ reset ده. هتهديو signal. اوكي. الـ output ده ده انت الحاجة اللي انت الشغال عليها ده تشوف الـ output بتاعك شنو. اوكي. يعني اللي بتحكموا ليك في الشغل بتاع الـ five timer في الاول ده شنو? والـ discharge. اوكي. الا 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 والـ discharge. في حاجة تانية برضو. اللي هي. اللي هي. اللي هي. اللي هي. اللي هي. اللي هي. الـ threshold. والcontrol voltage. ده هنجي نفهم. انا بزدار تركز لها على الحاجات ديلة. طيب. نجي نعاين. نشوف الـ voltage divider بيشتغل كيف. ده شغل بتاع قومس القديم يعني. نجي نعاين ليه. دار اتكلم عن الجزء ده. لاحظ في جزء جاي هنا. والـ side التاني من الـ voltage divider خاشين. يعني الـ voltage supply. مثلا كانت 9V. فالـ 9V دي ما كلها بتجي للـ comparator ده. بحصلها dividing. وبنسب معينة. نسب كم؟ حتلقى في جزء من الـ 9V الجاي هنا. ما الـ 9V ما هتجي كلها كامل. ليه؟ لأنه في ريزيستر هنا. بغاني الـ ohms. انا حوريكم ليه؟ والباقي حيجي وين؟ حيجي في second point هنا. ما هو حيجي كده؟ حيجي كده؟ بعد داك حيجي كده. فالـ voltage ده هحصل لـ dividing. بين كله suction في 5K في 5K في 5K. فدي هتعمل لي divide للـ voltage. فحتلقى هنا في كمية معينة لـ comparator خاشلة. في صايداته negative. والصايدة الثانية خاشية في الـ positive. take care في الكلام. طيب. كيف الكلام ده؟ نجي نعاين. اه انه عشان تكون واضح الكلام ده. الـ comparator. طيب نجي نشوف. اه اخواني ماشر مع الـ مع الترانزيستر هنا. الموصل مع الـ comparator. اوكي عشان نفهم. والموصل مع الـ comparator الثاني. ما هو الثاني. يعني عندنا الثاني. والثريشولت. والفي سي سي. والجراوند. دي لالاربع. الموصل مع الـ comparator الثاني. طيب. نفتح النوت. نجي نشوف شغال كيف. الشكل. عندما نجي نعاين له. وحنلقى فيه. الموصل مع الـ comparator. اوكي. هنا في out. هنا في out. الموصل مع الـ signal. خاشية الـ comparator. طيب. انا قد ده. في سي. سيتو مع كده. اوكي. طيب. يعني هنا. في signal. خاشية. وده هنا خاشية. تماشي للـ divider. هنا الـ vcc. الـ vcc. هنا في. ده جليك موصل. توصل مع الـ ground. احنا الاول. طيب انا رغمه. بالترتيب. هنا نقول ده واحد. وده اتنين. في واحد موصل. طيب. طيب. ماشي مع الـ comparator الثاني. والـ trigger مع comparator one. اوكي. طيب. هنا في شنو يعني. لكن هنا في trigger. ده تي. اوكي. ماشي صح. ايوة. هنا. في. وفي الثاني موصل شنو. ثري شولد. ده ثري شولد. ده كمبينز. واحد. ده التانية. وده التالكة. وده الرابعة. ده هنوصل فيها الـ ground. حتى نعرف هو حيشتغل كيف. بغانون قوم. انو في الغيمة الفوق. حيتقسم بنسب. الـ VCC في النقطة دي. حييجي بنسبة كم؟ 2 over 3. وهنا حيكون بكم. ده ممكن تثبيته بغانون. بمعنى شنو. اذا انا مثلا. الـ VCC انا اديت. الـ source. او الـ power source بتاعتني مثلا. اديناه. طبعا الـ ICB تختلف. واحدة بتشتغل بـ 3V. 5V. الكلام ده من الـ catalog. او من ال data sheet. طيب. النوع ده. انا مثلا. ده اشتغل به هو. 9. اديت VCC هنا. 9V. فالـ 9V. سيحصله. دفايد. ليه؟ لأنه في ريزيستر يوصله هنا. طيب. حيجي هنا للـ comparator الأول. بغيمة كم؟ قلت لك بـ 2 over 3. حتقول 9. مال. 2 over 3. اقوال لكم. 6. صح. وهنا. طيب. وهنا حيكون بنسبة كم؟ ما حتقول ليه 6. حانا لا 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 لا. حانا اجينا اضربة هنا. لا. الـ 9V. برضه حتطربه في هنا. حيكون 9. 1 over 3. اقوال لكم؟ 3. صح؟ 3V. بمعنى. يعني هنا الـ 9V. حيحصله. هنا حيكون هنا كم في؟ في الـ negative. هنا حيكون في 6V. وهنا حيكون في كم؟ 3V. 3V. طيب. لاحظ. انت حتتحكم في الـ رغم 1. كيف الـ عن طريق شنو؟ عن طريقة تريجر. والـ ستتحكم في الـ اذا عايزه هاي او لو عن طريق شنو؟ 3. مفهوم كده؟ طيب. حيحصل كيف نجي نشوف مثلا. في تابل. لا لا لا. ده أنا قلت لك بعدين موصلات في حاجة اسمها شنو؟ الفلفلوب. ده هتاخدوه في ده. هتاخدوه في لوجيك سيركيت. لكن أنا حاشرح لكم. الفلفلوب. طيب. الجزء ده نجي نمسح ده. موصل مع حاجة اسمها. الفلفلوب. 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 فيو تو او تبت. حاجة اسمها كيو داش. حاجة اسمها كيو. الجزء الأول له. فيو حاجة اسمها. هر. هي ريسيت. فيو حاجة اسمها. السيت. سيت. يعني شنو يا أخوان. سيت و ريسيت. الغيمة هنا. نفسها. بتكون هنا. والغيمة البتي. يعني هو زي. بيعمل ترانسفير. للحاجة الفي الانبوت. بيوديها. الآود. ده الفلفلوب باختصار كده. عنده كم أبليكيشن كده. لكن الحاجة اللي بتكون هنا. إذا ده هاي. بودها هنا. للقيو بتكون بيهاي. الحاجة هنا لو لو. بودها مثلا هنا بي لو. لو بيهاي. بودها هنا بيهاي. نفسها. أوكي. طيب. نجي نشوف. قال لك. في الكيو داش. الفلفلوب ده. موصل لبينز اسمها. الآود بوت. يعني الآود بوت بتاح. الفايف فايف طايمر. جاي من وين. الآود بوت. جاي من الفلفلوب. حسنا. 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 جاي من ده. ده هو الفليب. فلوب. الفلفلوب. حسنا. حسنا. يعني البينز. أين هاي اللي. شايفين. الكيو داش. ما شالي وين. طالع منها الآود بوت. حسنا. يعني الآود بوت بتاع الطايمر. مارك من وين. مارك من الفلفلوب. من وين. من الكيو داش. بتعطي الفلفلوب. طيب. أنا داي نعمل ريسات للفايف طايمر. وين موصل. برضو موصل باشنو. بالفلفلوب. أوكي. طيب. نجي نرجع. قال لك فيه تابل. ده يحفظ. عشان تعرف. اللي احنا ده شغال كيف. طيب. التابل بيقول شنو. أنا ما عارف يصويره كيف. داري اشتغل عشان نكون فاهمين. أوكي. يعني مثلا. التريجر. لو ان احنا افترضنا الكمبرتر ده. الأول. الداني بغض النظر عن غيمة التريجر. أنا ما داري شوف كل الابشن. وهو يا هاي. مثلا كانت هنا. هاي. أنا اشتغل زير ولا نقول هاي. مثلا كانت لو. وهنا. هاي. الفلفلوب. في الكيو داش حيكون شنو. والكيو حيكون شنو. دات يا بولو. حان امر. أوكي. طيب. الحاجة التانية. انتبه ليها. الفلفلوب. في حاجة هنا مكتوب عليها. في الكيو هنا. هنا نط. الكيو هنا مكتوب عليها شنو. نط. يعني الحاجة مثلا في الكيو دي. لو جات بي واحد تبقى بي زيرو. لو بي زيرو تبقى بي واحد. اوكي. فالتابل بيقول شنو. احنا صغير. ده المساحة. بحظة. ده المساحة. نغير المساحة. حتى نتابع لكم وفولكم. ده المساحة. بعدين يا اخوانا في الديزاين ما تغلط لي في الحاجات دي. هذه الحاجات دي مهمة. لو عكستها تبقى مشكلة. حسنا. تريجر. وهنا عندنا. تريشولد. طيب. هنا. الهوتبوت. هنا الهوتبوت. والصلاة في شنو. الفليفلوب. الفليب. فلوب. عندينها. كيو. داش. هنا عندي. أنا كيو. طيب. نجي نشوف. التابل. الكلام دا. اي تيك انه ما في في البيدي اف. اوكي. بس بنشرح هنا. اننا. ان. انا. اوت. بوت. عشان تفهموا الكلام دا. الكلام دا في. هتفهموا. الفليفلوب. هو جايكم جايكم في النهاية. بس انشان انا هتشرح لكم. الفايف فايف تايمر بيشتغل كافي. اوكي. طيب. عندنا. انا انا بتكلم عن شنو. عن. مسلا دا نسميه. سي واحد. دا نسميه. سي تو. اوكي. انا بتكلم عن سي واحد. هنا سي. تو. اوكي. وهنا عندي شنو. انا عندي. ار. وعندي. اس. اس. دا الفليفلوب. فيو. ري سيد. فيو سيد. يعني الحاجة يا اخوانا. لما نجا قولك هي بيزيرو. خلالة واحد. معناتها تعملها سيد. تخلالة زيرو. تعملها ري سيد. كده. طيب. عندي ار. هنا. وعندي اس. وعندي كيو داش بسا نتدائر. ليه؟ لانو دل اوتبوت. بتاع الفايف فايف تايمر. طيب نشوف الكمبيرتر الاول ده. قال لك الكمبيرتر الاول ده. اذا كان بي لو. او زيرو. والتاني ده برضو كان بي زيرو. يعني لو لو. لما نقول زيرو زيرو. لو لو لو. الريسات حيكون بي شنو. طوالة حيكون بي زيرو. ده حيكون بي هاي. الكيو داش طوالة حتكون. اللي هي لو. مفهم؟ الكيو داش. حتكون بي شنو بي زيرو. طيب الكمبيرتر الاول. لو كان بي زيرو. والتاني كان بي. ون. ادعاكست الحكاية. الريسات حيكون بي شنو. قال لك الريسات حيكون بي زيرو. والست حيكون بي زيرو. الكيو حتكون بي شنو. حتكون بي زيرو. مفهم. الكلام ضحيف الزي يا شباب. اذا كان الكمبيرتر الاول جانبا هاي. والتاني جانبا هاي. الست. اول عندنا الريسات حيكون بي شنو. الريسات حيكون بي ون. والست حيكون بي زيرو. الكيو داش حيكون بي شنو. حيكون بي ون. في حتة الكيو او الودود دا. بيكون اه انفالد. ما بيشتغل معك. ما بيديك اي حاجة. الانبود لهو بي حصلين. يعني حاي بقولها اس ما ينترد. اللي بيكون. لما نسي واحد بتكون بي ون. والسي تو تكون بي زيرو. الريسات حيكون هنا بي هاي. ده بي هاي. شفتوا دايما الريسات. والست دل يكون اللي اتنين بي ون. ون. الفلفلوب ما بيديك اي انبود. بيديك انفالد. ما اي حاي ما مفهومة. لا بيديك قاود لا بيديك ان. طوالة تفهم ان الريسات ما قالهم. قلتنا بي هاي هاي. كده. ودي الحالة دبتين. لما نكون. الكمبيريتر الاول. بيكون بي ون. والتاني يكون بي زيرو. بيشتغل كده يا شباب الفلفلوب. تمام. الكلام ده كده بعد ده بكون تفهم. بيشتغل كيف. اوكي. طبعا. ده شرح كله. بتقدر تفهم بعد داك. انا ما شرحت لك كله حاجة بتعمل كيف. الكلام ده كده. بيكون اتفهم ليكم. اوكي. كله حيكون اتفهم. من شرح لانا شرحته لكم دا. طيب. عايز اتكلم عن حاجة اسمها المود. يا اخوان انا قل لكم الفايف فايف تايمور ده عنده سري مود. عنده حاجة اسمها الاس تابل. المونس تابل. والباي ستيبل. مونس تابل. والمونس تابل. و. البيس تابل. حفظ. الدروين بتاعه حفظ. التلاتة ديل انت بس من شرحي ده. ما شرط تكتب ليه الكلام ده كله. من خلال الشرح. انا بشرح لكم ده. ده. ده يوبليه على السؤال بتاعي. اوكي. طيب. الدوائر دي بايزيكس. انا لم اقلت لكم حفظها يا شباب لانا هي بايزيك. هي بايزيكس. طيب. لما انتجي للمحاضرة فوق بيولغ لك انه الابليكيشن بتاعة الفايف تايمر بيستخدم مثلا واحدة من الدوائر. انا كاتب لك انه في الفلاشين. الفلاشين كيف يعني. اخوانا يعني اللمبة العادية دارت عملها فلاشين. كيف يعني تعمل بلينكين. برضو يعني شنو يعني بالعربي يعني شنو بلينكين. اللي هي تضوي وتولي. يحصل لها اون اوف. اون اوف. طيب دارت عملها اون اوف اوتوماتيكلي. ما هو شوف ال اون اوف بتاع الفلاشينج ده. يا يحصل اوتوماتيكلي. يا يحصل مانيوالي. صح? طيب. قليك اذا انت داير تعمل البلينكين ده. ده واحد من الابليكيشن يا شباب. تقول ليه بعدين ده معناته هو. هو كده. اه بس الليلة عشان الضرب كده لحظة. طيب اه. طيب يا شباب. معناته انا واحد من الابليكيشن قلت لكم الشغل بتاع الفلاشينج. مش معناته بعدين انا داير اه. اه. تقول ليه الاس تيبل خاصة بانه انا داير عمل بقى فلاشينج. اي حاجة فيها ديوريشن تايم لون اوف. انت بتتحكم فيه عن طريق الموت بتاع الاس تيبل. بيشرح عشان اشرح عليكم الاس تيبل. لاحظ للشوكل ده. طيب. اللي بيخلي اليمن العملية الفلاشينج. اللي هو الان والاوف. الكباستر. كيس. الكباستر دا. اوكي. دا ما عنده علاقة بالاود بتاع شباب. دا. وضيفته انه. اه الكباستر دا. بيخلي الموت. يعني. يكون. اه. استيبل. في متوني. ما في نويز. اي عملية بتاعت. اه. الحاجات اللي بتجي في. اه. النويز اللي بتجي مع. الفريقونسي. الا. يعني بيعمل. اه. بيخلي. دي. ستيبل يعني. اوكي. اللي بتحكمن في عمليته. الان والاوف. هم ثلاثة حاجة. او حاجتين. الريزيستر الموصلة دا. دا الواحد. واثنين. اللي هو الكباستر دا. دا اللي هم اللي بتحكمن لك. في الان والاوف. زي ما ظاهم. كيف يا اخوان. كده انا اشع نشرح. دا الكباستر يا شباب. اوكي. الكباستر دا. لما نجي نعاين. دا الساكشن بتاع الكباستر. لاحز عنده. مع الان او مع الاوت بتاعت الفولتش. يا شباب. البازيك بتاعت الكباستر. انه بعمل صح. طيب انت لو دار تعمل. للكباستر. تعمله لكيف. انك مثلا دا. دا دا. فيها الكباستر. هنا موصل. مع الكباستر. مثلا غير منتو. ناين فولت. اذا الكباستر دا. هحصل لت شارجينج بمغداركم. ناين فولت. معنات الاوت بتاعت الدائرة ديكم. هو عبارة عن ناين فولت. دا الاوت صح. طيب. بتين الاوت دا. بيجي هنا. ما انت. اول حاجة. الناين فولت. ما انت امشي للاوت هنا. بيتجي. الكباستر. بعمل تشارجينج. طيب. العايز تشارجينج. تشارجينج دا. امشي للاوت بوت. بتعمل شنو؟ بتعمل. ديسكننكت. للفي ان. بتاعتك. الفي ان. مثلا يكون في سويتش. يعني مثلا الدائرة دي يكون في. سويتش. فانت اول حاجة لما تعمل اون. بيحصل شارجينج هنا. اول ما تعمل اوف. للسويتش. طوالي الشحنة اللي هنا. بتجي. بمقدار كم؟ اللي هي بمقدار. الفي ان. اقوال الفي سي. اقوال الفي. اوت. لانه ينبر. اوكي. فدي العملية دي كده. يعني. دا. دا بالنسبة لنا. اللي هو دا. كباستر دي الغيمة دي. ديها نفس الغيمة دي. واحد. تمام. طيب. لما نيجي نعاين للسيجنل بتاعة الهنادي. حدينا اصلا. دي. 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 طيب. عيني لها. حي فيا اون وفيا اوف. طيب. دا. من هنا. ايه هنا. دي اسمه تي. دا الطايم يا اخوان. اوكي. ما انت لما تعاين لل اكس. اا. فيكتر هنا. دا عبارة عن التي. الطايم. وده عبارة عن الفولت. او دا. لو بتذكروا في الغوانين برضو الزمان بتقول لك انو الفريكونسي ايكوال لون اوفر تي. فهمتو. لو دار تتحكم في الفريكونسي حتتتحكم فيه عن طريق شنو. طايم. صح. طيب. التي دي مكسومة لحاجة اسمها تي ون. تي تو. يعني تي. التوتل تي. ايكوال ل. تي ون. بلس. تي تو. يعني الاتنين مع بعض بدين التوتل طايم. يعني تي ون دي عبارة عن. الان. دي. الوف. مفهم. مفهم. في قوانين. انتو مامل زمين هجاد كيف في النهاية. انكم تعرفوها. تحفظوها. بس انا. انتو تكونوا فهمتو البازكس. من الكالكوليشن. انو تي ون. ايكوال ل. دسابت. سيكس. اين. سري. ار ون. ار ون. ار ون. ار ون. ار ون. والتي تو. شوفوا الكلام دي كلو عندو شنو عراغب شنو بأر ون. وده غيمة. التباستر. بعدين في الدايرة انت لو دارت تلعب في بتاع تي ون الى تيتو او لو دارت تخليه ايقوال. اوكي? معناتي انت هتغير فيشنه? لازم تعرف الفاليو بتاعت الار ون والارتو والسي. ديل اللي بتحكموا لك في بتاع بتاع بتاعك. التيتو بوينت سيكس ناين سي في اوكي اوكي. 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 اوكي في اوكي. فلاحظ التيتو متأثرة بغيمة الارتو. اما تي ون التو فالي بتحت رزيسها بيتأثر عليها. اوكي. بعدين تجي تعوض عادي. ما انا قلت لكة تي. اذا لما نتجي تي بتتوطل تي. آآ نستغل فيه. نجي العين هنا. ما انا قلت لكة تي في النهاية ايكوال لي تي ون بلس تي تو. تي تو. هتعوض غيمة تي ون والتي تو اللي اديتك لا في النهاية انت حتحصل انه تي. بوين سي سي. اوكي. والفريكونسي انا قلت لكم هي عبارة عن عنوان اوور تي. يعني ايكوال ليشنو. هتجيب الكالكوليش بي. هتحسب. ون هنا. اوكي. عیقون من. اوور ون. صلوؑر اوور تي وقتو في سي. ما اللي هي 0.610 يعني F equal normal calculation ترغى 0.410 يعني F equal to one point four four plus two or two c. اوكي. كده انا كيف بقدر اتحكم في 0.510 الدوريشن طايم بتاع ال out but. و باتون ال on ول off. اوكي. طيب في حاجة يسمها برضو duty cycle داشا انا نفهم. due to cycle دا حيينا. هو كله الاندو الريلاششنشيب بين T on والT off. مامرة انا ممكن اقول لك T on والT on, T un T on, T tu ما دعينو نكون different. يعني يكون كيف يعني different? يعني كده like this آآ كده مثلا في اللي هي من لجاها شان انتوا تكونوا عارفين انا ده راشرح عليكم لانو دي حتلاقيكم كتير وحنشتغل الكريستل والحياة دي حتكون معكم بيزيك حفظوا كلام ده لانو حيلاقينا حسة وليتر اون في ثري سوبجيكت كلام ده لم ينحسة تكونوا عارفين اوكي فالضيوتس هايك لاشا نجي انا اشرح عليكم انو عند علاقة يعني مثلا في الاوتبوت ده كل ما قلنا هي بارعا تي فيها تي اون فيها تي اوف اذا لقيت تي اون ايقل لتي تي اون هنا اون هنا اوف هما ايقل في الطايم اللي هي تي اون لي تي اتو اذا كان تي اون ايقل لي تي اتو الديوتو سايكل هنا بتكون 50% ديوتو سايكل طيب اذا لقيت انو مثلا الا التي اون بالنسبة للتي اوف لايق دي اون ده تي اون ده تي اون هنا التي اون معناتها 25% صح؟ 25% الديوتو سايكل هنا معناتها 25% يعني هيحصل اون بزمن قليل وبعد ذاك هيحصل اوف الاوف هياخد take a time اوكي بعد ذاك حصل اين turn اون كده اوكي اوكي طيب اذا كانت التي اون طيب اذا كانت بحكس دي معناتها التي اون greater than التي اون معناتها ديوتو سايكل ايقل ليكم اوكي طيب بتكون 200% الديوتو سايكل بتكون 100% السيجنال لما انتكون بالنسبة لنا من هنا لهينا تي اون من هنا لهينا تي اون من هنا لهينا تي تي تور بنلقى السيجنال عامل كده لحدي هنا دي بتكون 100% اذا انت بتفهم من هنا الديوتو سايكل شنو؟ بتقول الديوتو سايكل انه عبارة عن التي هاي على تي هاي بلس تي لو ليه تديني الديوتو سايكل سايكل اوكي طيب كده فهمنا الاي استيبول انا يعني اا الباقي ده بيكون مفهوم. طيب. آآ ده الشرح. ده الغواني شايفين? كلها. آآ اللين دي اخواننا هتلاقيكم اللي هي عبارة عن بوين سيكس ناين سري. انا جبتها لكم الغيمة بتاعتها. يا دي. شايفين الديوتا سايكل? عشان تكون فهم الديوتا سايكل. او ممكن تتحكم في الديوتا سايكل عن طريق شنو? شايفين? بالريزيستر. عن طريق الريزيستر انت ممكن تتحكم في الديوتا سايكل. يعني انت كل ما تغير في الواليو بتاع ار وان الى ار وان الكلام ده في البروتوس حتشوفوه بالمناسبة. بيكون واضح بعدين في اللاب. حتى هنجيب آآ نشوف الفلاشنج بحلعة بكيف في الواليو. كل ما اغير في الواليو بتاعت الكباستر عينه الاود بيحصل له طوالي. اكي? لا انا عايز اخلي الهاي آآ غريتر دان اللو اللو اللو. حقوم اغير في الريزيستر طوالي. في الواليو بتاعتها. اكي? اه دي ساوكيت. دي هنعملها في البروتوس. لو انتم عندكم البروتوس اعرف ستستخدموه كنتجر بالدارة زي ما هي بنفس الواليو دي. الريزيستر الموصلة في الاود بودي هي بتعمل بروتكت للال اي دي. وهنا غيمتها جاتني والكلام ده ان ذكرتك لكم في المحاضرة كيف نعمل دي تير من الريزيستر اللي بتقدر تعمليه بروتكت للال اي دي. مذكر انه. فالريزيستر دي عنده علاقة تعمليه بروتكت للال اي دي من الهاي كرن. الممكن يجي من الاود بودي. ولاحظ اللي النمبر اللي بتاعتها بالتيم كيف? اوكي? لاحظ الفاليو بتاعت ار وان وار عانوا غيمة. كونستان تين كي تونيتو كي. وده غيمة الكاباستر. اوكي? وده علاقة بالديوتي سايكل. انت في بتلقى الغيم دي كلها كده بعدين. لما تيجرب التجارب. حسا بس ان احنا هنشوف عملية البلنكينج. وانا اغير كيف في الفاليو. شوف كل الكاباستر لما تيجي تغير في الغيمة بتاعته. والريزيستر والكاباستر سابتين مثلا. لكن لما تغير في الفاليو بتاعت الكاباستر بأسر على شنو? على الديوتي سايكل. اتجي اللي ده هنغيرها. مسلا هنشوف الكاباستر ده. ده كده. شوفها الغيمة حاجينة كم في الديوتي سايكل. دي بتلاحز لها في البلنكينج. اوكي? المونستابل يا اخوانا ده عكس. بس بيشرح كده اختصار كده. العكس شنو. شوف الكونيكشن كيف? دي الشركت. في المونستابل. الغيمين دي بعدها نحفظ. لاحظ اللي شركت دي. فرجة من الشرح كله. انه قليك. انا ما قلت لكم البلنكينج. يا يكون مانيوالي. يا يكون اوتوماتيك. الدايرة بتاعت الاس تيوب ده اوتوماتيك. يعني انت ما اليوزر ما بي ما بيكدر يتحكم في البلنكينج. لا انت دا عايز تتحكم في البلنكينج. حتيجي توصل السويتش. فالتريجر ده. ده هيحصليحه لما اليوزر اعمل للسويتش ده. حيحصلي اوف بيتان. اول ما اليوزر اعمل للفينجر بتاعته من السويتش هو حمل اوف. ده مانيوال صح? لكن المشكلة هنا وين في الدايرة دي? الدايرة دي الا اليوزر يكون داغط عامل للسويتش. مجرد ما اعمل طوال دي هعمل تير اوف. تاني لما نعمل بريسنج هيعمل تير اوف. هيكون تير اوف طالما اليوزر استيل بريسنج زي بوش بطن. الا يعمل انو اليوزر يعمل ريموفينج للفينجر بتاعه. طوال هيحصلي تير اوف. اوكي? طيب الكلام ده ما اكسب تبول في الاندستري صح? الا حسب الابليكيشن. لا انا ما عايز كده. انا عايز انو اليوزر لما اعمل بريسنج للكي. يحصلي تير اول ما اليوزر يعمل ريليز للفينجر بتاعه. يكون الال اي دي استيل تير اون. اللي يحصل شنو? ايجي تاني يعمل بريسنج لانوذر سويتش. يضغط يعمل ريسيت للسويتش. يقوم يطفي الال اي دي. ودي دايرة بتاعة الباي ستيب. باختصار كده. انا عملت شرح كامل التلام ده كله ده البايزيك منه جهت الانوذر شركت اللي هي المونوستيبل والبايستيبل. اذا البايستيبل باختصار انو اليوزر لما يضغط سويتش يكون فاتو سويتش. سويتش هالاول فور تن تير تير نينج للال اي دي. والسكن سويتش تير اوف لالالال اي دي. اذا الدائرة بتاعة المونوستيبل والبايستيبل هي مانيول بلينكين. والاوتوماتيك بلينكين اللي هي الاي ستيبل. فالابليكاشن ده ما شو معناته بس انو بالادي دار اعمل به. در تعمل قلوك. عايز اا تعمل لموتور اه انو اشتغل اوتوماتيكلي. او او عايز اا درت اشغل دي سي موتور مسلا. الديسي موتور ممكن اشتغل بالمونوستيبل. لكن ما ما الا يكون اليوزر تكون ضاغط على السويتش. افضل ضايرة ليه وانك تخلي الموتور شغال اللي هي دايرة الباي ستيبل. اوكي? شايفين في الباي ستيبل? بين عيلي السيركيت واضحة. في تو سويتش. السويتش الاول فورسيت والتاني ليه الريسيت. اوكي? فتتحكم في الايلة دي. الكلام ده في البروتوس بيكون واضحة دايرة عندها. اوكي? اه في حاجة في الاوتبوت ممكن تكون هي اسمها او الـ thinking والـ sourcing. الـ thinking والـ sourcing الفرق بيناتهم. انه الاوتبوت اه في السنك يكون الـ VCC. اوكي? اه عنده علاقة بالاوتبوت. كلام ده كله في الاوتبوت. يعني الفرق بين السينك والـ source. السينك انه الاوتبوت بتاعي او الـ LED. السورس بتاع الباور بتاعه جاي من الاوت. من برا الـ IC. لكن مثلا الـ الـ يعني الـ LED ده. الـ هنا. انا كلامي كله عن الحتة دي الجزء ده. ممكن يجيوا الـ source. السورس بارد يتوصل له هنا. طوالي. الفي سي سي يتوصل هنا. عشان الدايرة تكمل يتوصل لي وين? للـ ground. ما هو عشان الـ يضيح يصل له. لازم اكمل الدايرة ده اوصله بـ جي ان دي. الـ جي ان دي هنا حيكون موصل مع شنو? مع الاوتبوت بتاع الفايف فايف طايمر هنا. يعني الاوتبوت بتاع الطايمر لما يكون موصل مع الـ جي ان دي ده بقول له source. اوكي? لا. انا عندي الـ LED ده. هنا الجزء ده يكون موصل مع الـ ground. والـ VN او الـ VCC او الـ VN بتاع الـ LED ايه من وين? من الاوتبوت بتاع الفايف فايف طايمر. ده بقول له. ده الشرح بتاع الدايرة كده. اوكي? اه بعدها هنجرب كثيرة. هنقدر نفهم source. ولا لا لا لا. ده شرح له. اه بعدين هنجي لحاجة اسمه درايفر. كيف انا احمي الموتور او او انا اشغل الموتور. يكون اه بتاعه اعلى اه اه دان الفايف فايف طايمر. كيف انا اشغله? اوكي? ده هنجي نجيها في اللاب بسرعة كده. ان شاء الله. لحد ما اعمل لكم تجربة تانية. التجربة الحاملة لكم في البروتوس هي ضم المحاضرة بتاعة الفايف فايف طايمر. ما لك شرغين بيزعته بعدين. اه لحد ما التجربة ان شاء الله في حاضر غادمة. السلام عليكم ورحمة الله.